اسم التجربة حفظ الطاقة الهدف من التجربة حساب سرعة الجسم الساقط عند لحظة ارتطامه بالأرض باستعمال النموذج وتفسير البيانات لإيجاد علاقة بين طاقة وضع الجسم الساقط وطاقته الحركية عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الأدوات أدوات التجربة قطعتان بلاستيكيتان مستقيمتان طول كل منهما 57 سنتيمتراً محفور فيهما أخدود مستقيم مسار للكرة كرة كتلتها 5 جرامات ساعة إيقاف قطعة خشبية لرفع المسار مستر خطوات إجراء التجربة نضع القطعة البلاستيكية الأولى والثانية متلاسقتين على امتدادهما نضع القطعة الخشبية تحت القطعة البلاستيكية الأولى بحيث تصنع سطحاً مائلاً نضع الكرة المعدنية على المسار المائل فوق القطعة الخشبية مباشرة حيث يكون ارتفاع الكرة عن مستوى المسار الأفقي 5 سنتيمترات ونتركها لتتدحرج ونسجل الزمن الذي تستغرقه حركة الكرة خلال الجزء الأفقي من المسار نحرك القطعة الخشبية إلى منتصف المسار المائل تقريباً ثم نضع الكرة على المسار المائل فوق القطعة الخشبية مباشرة حيث يكون ارتفاع الكرة عن مستوى المسار الأفقي 5 سنتيمترات ونتركها لتتدحرج ونسجل الزمن الذي تستغرقه حركة الكرة خلال الجزء الأفقي من المسار نحرك القطعة الخشبية إلى نهاية المسار المائل تقريباً ثم نضع الكرة على المسار المائل فوق القطعة الخشبية مباشرة حيث يكون ارتفاع الكرة عن مستوى المسار الأفقي 5 سنتيمترات ونتركها لتتدحرج ونسجل الزمن الذي تستغرقه حركة الكرة خلال الجزء الأفقي من المسار نضع القطعة الخشبية عند منتصف المسار المائل تقريبا ثم نضع الكرة على المسار المائل عند ارتفاع مقداره سنتيمتر واحد ونتركها لتتدحرج ونسجل الزمن الذي تستغرقه حركة الكرة خلال الجزء الأفقي من المسار نكرر الخطوات السابقة للارتفاعات 2 3 4 5 6 7 8 سنتيمترات 8 9 10 11 11 12 15 16 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 22 24 21 22 22 25 26 27 28 29 30 29 30 30 31 32 33 34 35 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 41 42 42 43 44 44 45 47 43 42 43 44 45 41